اهلا وسهلا صباح الخير انا هيكيبك عبيبتي اهلا وسهلا صباحك سعيد وفعلا نورتين شكرا منورتك حبيبتي اهلا وسهلا فيك مخصوصين انك اليوم منورتين بحلوية دنيا شكرا انا مفسوطة والاجواء كتير حلوة احنا بنسأل دائما ضيفنا بنقول له شو قهوتك بس احنا عرفنا انه انتي ما بتشرب قهوة مصبوط يبقى هلا زهورات بتحضروا طيب اللي بعرفو سادة المشاهدين او اغلب الجمهور العربي بعرف انه اناهيد فياض هي سورية ولكن احنا عرفنا انه اناهيد فياض هي سورية التولد وتنشئة وبنقدر نحكي يعني التربية كانت هناك او بداية الحياة بعرفنا انه جنسيتك ايضا اردنية انتي ايضا اردنية ومن اصول ايضا فلسطينية شو هالمكس البلاد الشامي الشرق اوسط من هون كل هالحلاوة شكرا لا حتى لسه اذا بدك انا قبل ما احصل على الجنسية الاردنية كان معي وثيقة سفر مصرية يعني كان لسه بتكبر جامعة الدول انا الاصلي فلسطينية من غزة وولدت بسوريا وتربيت هناك وحياة فيك تقول ما زلت عايشة بسوريا يعني زوجي اردنية بعد ما اتزوجت واخدت الجنسية فهيك نواتينا يعني اهلا وسهلا فيك طبعا وتحياتنا ايضا الى زوجك سكران منصبي حليمنا نعتذر انه اليوم اخدناك منه يوم جمعة بس ما رح ناخرك كتير كمان انتي انا هيد خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق واحنا دائما ملاحظ انه كان فيه فنانين بيعتمدوا بس على موهبتهم هدي بتشوفي انه الشهادة او الشهادة الاكاديمية ممكن تسقل موهبة الفنان بتحسيها ممكن تسهل خطوات وصوله لا اعمال فنية هيك على مستوى عالي من الاحتراف طبعا انا بشوف انه المعهد او الدراسة او الاكاديمية مثل ما قلتي هي بتختصر وقت وجهد على الممثل اضافة انه هي بتعطيه ثقة اكتر بحاله يعني انا شخصيا عندي احساس انه انا دخلتك بالمدخل الصحيح او الاسهل بس بواقع الامر انه اكيد يعني دراسة معنا كافية واصلا احنا استاتيزتنا بالمعهد هنا يعني قامات بالدراما السورية هنا ما درسوا ما كانوا يعني اكاديميين واكبر اسم يعني مثلا منواصف يعني هي ام الدراما السورية وهي عمليا يعني حتى دائما هي بتحكي هذا الشي انه هي ما وصلت لمراحل متقدمة بالتعليم فلا بظن الفن اساسا بيعتمد على الموهبة ومثل ما حكيتي بيسقل يعني الدراسة بتسقل نعم طيب انا هيد انتي يعني الناس بتتذكرك في دور دلال بنت ابو عصام ابو عصام اللي لكل حبه والكل حب ايضا بيته من جوا دلال كانت الفتاة الطيوبة البسيطة اللي بتشتغل وهي ساكتة وبتتحمل وبتطبخ وست بيت كانت بتحسي انه مثلا اناهيد بتشبه دلال او يعني دلال بتشبه اناهيد في يعني فعلا تقارب ما بين الشخصية الحقيقية ولا كيف هلأ في جوانب بشبهها اكيد بس بالخط العام اكيد لا يعني هلأ انا بحب اني كون مثل دلال اني انا هلأد علاقتي مع عيلتي يعني هلأد التزامي بهذه العيلة قوي بحب كون انا بحب المطبخ كتير بس بس اكيد يعني المرحلة مختلفة تماما مرحلة دلال ووضع المرأة اختلف تماما ما بقدر كون به هلأد هلأد يعني ساكتة على حقوقي مثل دلال بس انه بحب كتير انه كون اتصف بصفة الطيبة بتمنى يعني ان يكون هلأد هيك هو وهي كانت حبابة يعني عمليها دلال بتجنن وانتي بتجنني يعني يمكن انا هيد الفكرة احنا هلأ بس شفناكي وايضا لما حكينا معاكي قبل حلقة اليوم على التليفون لاحظنا قدي انتي يعني هيك طيوبة ملامحك بريئة جدا بتحسي انه هذا الموضوع بيخلي المخرجين يميلوا لاختيارك لأدوار بتشبه شخصية دلال علما انه احنا شفناكي بمسلسل حول العين مع المخرج اكيد نجدة انزور بدور بعيد عن ادوار الطيبة انتي بتفضلي بتشوفي حالك بادوار الشر ولا بتحسي انه يمكن لغة جسدك طريقة ملامحك ما بتسمحلك تتقمصي هالنوع من الشخصيات هلا انا اكيد كمثل كل ممثل كتير بحب انه انوع يعني ما بحب ابدا اتأثر بأي بأي نمط يعني كتير هلأ فترة فعلا عانيت انه اصبح بالنسبة لي كتير في تشابه بين الادوار وحتى بطبيعة الادوار يعني فترة تقريبا كل العروض كانت باتجاه البيئة الشامية نعم الشخصيات الطيبة المغلوب على امرها المنكسرة اللي ظروفة سيئة بس بس كمان يعني هو في دائما في فروقات بين الشخصيات يعني حتى طيبة هي متنوعة بأشكالها بس اكيد بحب غير لا بحبه انا استمتعت كتير بالادوار اللي كنت في يماني حباه بها عجل كتير استمتعت في حرلين وكان في كزا عمل يعني كان شخصيتي مو هالقد مسالمة كنت كتير مستمتعة بتحبي هاي الشخصية ايه واحدة معنا هم هالمسالمين يعني منتمنى انه تضل دائما الطيبة هيك عملة نادرة بمجتمعاتنا انا بشرفتني اول اشي قطعتكم لا شرفني انا اضيفك معلش شكرا شكرا يعني والله يعني شو بدي احكي اذا حظي السعيد انا بضيف انا هيد يعني بالفعل زي ما انت قلت اليوم فؤاد مانها طلبت الزهورات فعلا حاملة معك ريحة اليسمين الشامي طيب وكمان تسمحي لنا اه اه ازهورات انا بشرف الزهورات كمان الصبح ان شاء الله تكون زاكية زي اللي بالشام ازهورات الشام مهمة كمان انا هيد انت ضيفتنا اليوم احنا سعداء معنا كمان معنا فاين اليوم يعني حاضرين حاضرين معنا بمنتجهم الجديد اهلا وسهلا فيك اهلا فيك وهي كمان رهف يعيني عليك يا فؤاد والله معدل تسلم ممدح بحالي لا انت معدل اكيد ومزوي وما في منك يلا اهلا وسهلا هيك عشان نقول صار في بيننا عيشهم اللي حلسة اليومنا نفتر مع بعض اكيد اكيد طيب نرجع لمواضيعنا يعني احنا كمان بدنا نقول لكل محبي انا هيد فياد اذا حابين تبعتوا لنا اي سؤال او هيك تعالوا اي تعليق لا انا هيد احنا بانتظار كل الكومنس على اكيد صفحات التواصل الاجتماعي لرؤية فيسبوك واتويتر رهف هم بدأوا بدأوا صراحة الآن يعني انا هيد صورك صارت موجودة والكل بيسلم عليكي سائد عبدالله المجالي معنا كتير من الناس عمالهم بيحيوكي وبيسلموا عليكي شكرا كتير وانا بحيي يون اكيد يعني كمان انا هيد احنا بيمكن بالوطن العربي انت صوت لميس العربي جسدت صوت الممثلة التركية توبة بكل المسلسلات ويمكن صارت شخصية لميس او عاصي مرتبطة دايما بصوت انا هيد يعني انا وفقد لما كنا عم نحكي معك على التليفون ما رح موله حسي حالي عم بحضر مسلسل تركي طب هون يعني صريع المداخل لا لا بالعكس بصير الواحد يقول يعني او هل مقولة هاي صحيحة الاذن تعشق قبل العين احيانا عدا غزل مش مداخلة هاي صارت بس اللي كنت حابة اسألك يا انا هيد بانه بتحسي يعني انتي من الفنانات وقرينا بعدة تصريحات صحفية لإلك انك ضد فكرة تهميش الدبلاج واهمية الدبلاج لانه بيتطلب اتقان واداء وموهبة عالية جدا بس تحسي انه بالوطن العربي يمكن صورة الممثلة التركية او الصورة بشكل عام بتغر اكتر من الصوت يعني بتخلي الجمهور يتجاهل عبقرية الفنان اللي عم بيؤدي هالصوت هلأ كتير والله انحكي عليه هذا الحكي ما بعرف ممكن كتير يعني هلأ انا شخصيا يعني هيك بحس انه صار في شوية ربط بين الاسم والصوت يعني هلأ هذا الشي يعني هو بطبيعة الحالة الدبلاج هيك بده يحكمه هاي النظرية يعني انه اكيد الممثل اللي ظاهر امامك بالشكل هو اللي بده يعني بده يقسر المشاهد بس انا كنت عم دافع عن دبلاج مو من من هاد المنطق كان كتير عم عم ينقال فكرة انه اديش الدبلاج اخد فرص او مساء السرعة خلى الدراما تتراجع السورية او هيك يعني انا كنت دائما عمقول انه انه احنا دائما بحاجة لمنافس لحتى انت تتحفز تشتغل احسان صار في فترة حالة من الاستسهال امام المنتجين السوريين انه بعد ما وصلت للدراما لمرحلة منيحة انه خلاص العمل الدرامي السوري هو مطلوب فصار في في هيك استرخاء يعني حتى باتجاه الممثل واتجاه الانتاج حاليا انه بوجود المنافس التركي انتبهوا له هاي الموضوع حسوا انه في منافس كتير ارخاص فانا مضطر اني قدم جودة عالية حتى اني قاعد محله اضافة انه العمال التركية كتير قوية من حيث الاخراج والصورة والجمالية المواضيع هذا شي اختلف عليه بس بس اخراجا هنا صورتها كتير حلوة فكمان يعني هذا حفز مخرجينا انه ينتبهوا لفكرة الجمالية والله كلامك على عيني يعني انا معاك انه فيه انتاج يمكن يكون تكلفة مادية اقل يعني زي ما اتفضلت ارخص بس ما بعرف يعني قصة السيناريو القصة نفسها الحبكة يعني مثلا اعتقد انه مثلا هل من المفروض انه المشاهد العربي او مشاهد المنطقة بشكل عام يعني يكون اسير القضايا اللي بتشبهه القضايا اللي مثله لانه احنا يمكن بالمسلسلات التركية طبعا مع الاحترام لهذا الفن والانتاج والجهد بيعجبنا الجمال وبيعجبنا الاكسسيريز وبيعجبنا جمال الطبيعة وكل هالحكي ولكن القصة يمكن ما بتكون قريبة النا زي ما في الدراما العربية ومثال عليها الدراما السورية يعني انتي بتشوفي هذا السبب مثلا او يعني هلأ هو هنك مجتمع تركي فيه كتير نقاط تشابه بينه وبين المجتمع العربي فيه فيه اشياء الناس اعترطت عليها بس ما هتعاملوا مع الموضوع وكأنه مثلا مثل بقية الاعمال الامريكية او الاجنبية اللي تترجم وبتنعرض ويشوفوها اطفالنا وهيك اظن انه اذا انت حابب تحط اي رقابة على هذا الموضوع فهو رقابة منزلية انت عمليه ما فيك انه تفرد هاد الشي على القنوات انا بالنسبة لي فيه حتى فيه يعني دخلوا نحن فترة يعني وانا مع كتير انه للدراما الهادفة وبحب كتير انه يكون دائما في في شي عم بتعالجه انت بس ايضا الحب لطيف يعني انا ماني مع كمان هن كتير احيان بيمطمط وبصير قصة حب درامية كتير يعني بس انه العرب نحن تنقصنا هاي الرومانسية اه اي 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 اصلاب قص من بعض هاي الرومانسية نعم لازم اسألها اذا اه اتعرفتي على الممثل التركي يتوبا او صار في بينكم اي اتصال اه صار تليفون بيناتنا اه يعني في قناة زبط اه اه اتصال بيناتنا كالمفروض اه يصير في لقاء بس اه ما تم يعني بعدد ظروف اه بس اه بس اه بس اي حدا لطيف كتير وانتي كمان لطيفة جدا وبالفعل يعني احنا اه بارح كنا عم نحكي قدي الصوت بيضيف للشخصية يعني بالفعل بتصير تحسيها اقرب اليك لما يكون الصوت هالقدة بيأدي بياتقان وبحرفية وفيه تقمص للشخصية يعني الدبلاج غايق الاهمية عن التمثيل طب ممكن احنا عشان نطلع من موضوع الموجود الان الدراما اللي هو المسلسلات التركية نطلع من هذا الموضوع في سؤال يعني مثلا في فترة من الفترات كانت السينما يعني انجاز التعبير هي نمبر ون بعدين راحة موضوع السينما بلش الانتاج التلفزيوني وكانت مصر في البدايات يعني انتاج تلفزيوني ضخم من مصر بعدين شوفنا دخلت مثلا الدراما السوري كان الهواضح هذا هو زمن التركي هلا هذا هو زمن المدبلج يعني بتحسي انه فترة وراح تروح ولا كيف يعني حسب تحليلك انت كيف بتستدلي يعني 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 احكي لك بصراحة هي القصة يعني انا ماني شايف الموضوع التركي ويمكن كتير ناس اللي يموني على هالكلمة سووا ببساطة قصة مصاري يعني كمان قنواتنا كتير تستسهل وتسترخز وما كتير معنية انه يعني طبعا مو كلها بس اللي ماسكين هاي معلش خليني يكون هيك يعني اولى انه هنه عملية بالنسبة انا بقدر جيب عمل كتير اقل من اي عمل تاني ما نمعنيين هنه انت شو شو القيمة اللي بدك توصلها ولا هذا زمن شو ولا يعني للأسف صاروا تجاريين بس الناس حبوا دائما انه بدك تلحق يعني الناس مدام من الساعة عم تتابع فش يعني ما في ما في اي قناة ممكن تحط عمل ما عم بيتتابع يعني بالاخير عم يلحقوا السوق ففعلا ما عندي اجابة على هاد سؤالة بكتني لا 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 ما تتلبك بالشوالة تتلبكي اشتركوا في القناة